بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تعزية في وفاة الرئيس تشادي إدريس دبي وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي تقدم خلال البرقية بخالص التعازي إلى الشعب تشادي الشقيق ولكافة الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس إدريس دبي ووصفه بالزعيم الوطني والحكيم الذي قدم الكثير إلى شعبه وبلاده وبذل العطاء والجهد لخدمة القضايا الإفريقية في مواجهة التحديات المختلفة كما أعرب الرئيس خلال برقية التعزية عن تمنياته بكل السلام والتقدم للشعب تشادي الشقيق فيما هو قادم